فرحبا حضركم مرة تانية لسه البيت الكبير مستمر مع الكابتن معتز إينو اللي مشارفنا النهاردة ويمكن النهاردة احنا عايزة ابدأ بمشاركة النادي الاهلي الحقيقة في الحدث التاريخي ده ويمكن النادي الاهلي النهاردة عقد ان هي كابتن معتز والعزم انه المشاركة دي بالنسبة له مش تمثيل مشارف فقط فعايزك تعلق على جزئية دي تحديدا والكلام اللي انت بتشوفه على السوشال ميديا والتواصل الاجتماعي بتشوف ازاي مشاركة الاهلي كمان في المونديال السناني بص يمكن الاهلي بقاله فترة ما راحش كس العالم يعني في المونديال واكيد اللعيبة كلها مركزة وراحة عندهم يعني مسئولية فيه ناس تقولك البطولة دي مثلا مش مهمة أو حاجة دي تكريم يعني البطولة المفضلة بطولة أفريقيا بس ده يعني واضح من كل التصريحات بتاعت المدرب أو اللعيبة وكنت بكلم الشنوي أول مبارح فالموضوع لا يعني تحس اللي السنة دي رايحين عايزين يعملوا حاجة يعني كله مركز مش مش هقول أسماء لكن كل اللعيبة مركزة البعثة كلها مركزين اللي هم عايزين يعملوا حاجة السنة دي مش عايزين يكونوا ضيوف شرف ده كل التصريح اللي هي بتطلع منهم كلعيبة فدي في حد زيته حاجة كويسة اللي هم عايزين يعملوا حاجة في أول مرة لعيبة موجودة دي الوقت في الناد الأهلي هتشارك كاس العالم فدي برضو عايزة يعني كل واحد عايز يعمل لنفسه سي في أو يعمل لنفسه اسم من خلال كاس العالم اللي هو بعد حتى ما يبطل لا أنا شاركته حصلت مثلا على مركز متقدم فكل الفرص متاحة لكل اللعيبة دي الوقت سواء اللي لعبوا قبل كده أو اللي ما لعبوش فأعتقد اللي إن شاء الله واضح اللي هيعملوا حاجة من خلال تصرحتهم وتركزهم كنت أتمنى للمباراة الأخيرة تبقى دافع لهم أكتر من كده ويكونوا راحين وهم كسبانين بس دي كورة القدم مباراة بيراملز لكن في الأول في الأخر دي بطولة ودي بطولة فلعبت الأهلي عندهم يعني من العقلية اللي هم يفصلوا بين الدوري خلاص قفلوا الدوري ودلوقتي عندهم بطولة تانية خلاص بتاعت كاس العالم فإن شاء الله ربنا يكرمهم ومتوقعين كلنا اللي هم يعملوا حاجة كويسة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ويمكن أول مباراة لنا مع الضحيل القطري تفتكر يا كابتن بتفرق شوية للمعجهات الأولى أنك تواجه فريق عربي من اللي حصل في 2005 وكأول مباراة مع الاتحاد السعودي كنت شايف أنه ممكن جدا يكون من الأفضل للنادي الأهلي أو كلعيب حط نفسك مكان لعيب أنك ما تلعبش الأول منتخب عربي وأنك تلعب مثلا منتخب على منتخب أسيوي منتخب أو ناري آسف على بطل أمريكا الجنوبية بتفرق إنك بتقابل منتخب أو نادي عربي في الأول دي تفرق على مستوى النفسي حتى ما بعيد عن الفنيات أكيد طبعا ما فيش شك يعني كلنا عارفين الأسيوي وأمريكا اللاتينية والحاجات دي برضو لحد ما صعبة وبيبقى عندهم يعني محترفين كتير جدا لكن لما أنت حتى بتسمع عربي دي في الأول أنت بتعمل ارتاحية حتى للعيب شوية اللي أنت برضو بيبقى المستوى متقارب رايب منك هم برضو بيبقى عاملين حسابك أنت بطل أفريقيا لكن التانيم يعني بالنسبة لهم أنت عادي لكن عرب مع عرب بيبقى الموضوع يعني مختلف آه بيبقى مختلف طريقة اللعبة متشابهة شوية فأعتقد اللي دي يعني حاجة كويسة تبقى في صالحنا إن شاء الله وأنا متوقع اللي إن شاء الله نكسب المباراة الأولى رغم اللي الناس كلها بتتكلم على الدحيل اللي هم مدعمين بشكل كويس وجايبين صفقات كويسة وعندهم لعيبة كويسية أرقام آه بقى أرقام طبعا لكن أنا إن شاء الله يعني عندي يقين اللعيبة هتأدي بشكل كويس ويبقى عندهم دافع وحافظ في المباراة الأولى اللي هم عايزين يعدوا وخصوصاً اللي عندهم أمل اللي لو عدوا المباراة دي هيلعبوا بيرنيون فدي في حد ذاتها يعني آه دي بطولة تانية خالص آه ترجل تانية النهاردة العناصر اللي بتشارك النهاردة في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة تحديداً هل يعني هي اللي ممكن تفضل محتفظة بمكانها ولا ممكن مستماني على آخر وقت نلاقيه لأ عمل تشكيلة جديدة بفكر جديد بطريقة لعبة مختلفة لا هو الرجل يعني مثبت لحد ما التشكيل لكن يعني لو لقينا واحد أو اتنين هم دول اللي هيبقى يعني فيهم تغيير لكن مش هيروح يغير ناس تانية خالص ويلعب ناس تانية مثلاً في الدور لا دايماً اللعيبة اللي بتبقى رجلها في المعرب كابت النهارية عارف هي دي اللي بتاخد يعني ماينفعش اللي انت تجيب حد بيبقى مثلاً كان قاعد بقاله فترة احتياطية وكده وتيجي تلعبوا مثلاً برضو مهما كان دي بطولة احنا مش رحين نزهة لا انت رايح برضو بطولة مهمة والناس كلها والعالم كله بيتفرج عليك وانت بطل افريقيا انت رايح بطل افريقيا فانت رايح ممثل نادي كبير ووراك جمهور كبير فانت لازم اللي انت برضو لازم يعني تسيب بصمة هناك فاعتقد اللي موسيماني هيبقى مركز تركيز جميد جداً اللي هو عايز يعمل حاجة مع النادي الاهلي زي ما خد بطولة افريقيا مع النادي الاهلي عايز برضو هو راح قبل كده مع صندوان لكن لما يروح مع النادي الاهلي برضو في السيفي بتاعه عايز يعمل حاجة كويسة للنادي الاهلي وعارف اللي النادي الاهلي عنده جمهور كبير جداً بيتفرج عليه وبيتابه فاكيدا برضو عايز يزبط نفسه عند الجمهور طب على مستوى طبعاً الافراد ما اعتقدش هيبقى فيه تغيير كتير على مستوى الفورميشن على مستوى الشكل تفتكر ان ممكن على حسب الفريق يعني كان معنا الدكتور طري الأدور وكان بيتكلم على فريق الدحيل نوب بيلعب طبيعي 4-3-3 أو في بعض الأحيان أخيراً بيلعب 4-4-1-1 أو 4-4-2 تفتكر وانت طبعاً مدير فني ومدرب تفتكر ممكن الـ formation نفسه يتغير للنادي الأهلي يعني احنا متعودين 4-2-3-1 هل تعتقد ان ممكن جوارد مستر المسيمان يحط طريقة 4-3-3 ويحط 4-1-4-1 ولا خلاص احنا سبتنا على 4-2-3-1 من وجه نظرنا هو هيلعب زي ما بينهي زي ما بيلعب وزي ما نها كمان اخر مباراة 4-2-3-1 على حسب سر المباراة هي ماشية ازاي ممكن يغير يعني ممكن لو ربنا كرامنا مثلاً ده يعني مدرب عن مدرب بس ممكن يبقى في دماغه لنا لو ربنا كرامني اكسبت واحد والدنيا ماشية معاه ممكن بعد كده بشيل واحد ملعب ولعب مثلاً انزل واحد في نص الملعب ولعب مثلاً تلاتة فيندر في نص الملعب عشان لو امتلكت نص الملعب بالموضوع بيختلف هضمن المباراة لكن كبداية هيبدأ زي ما بيلعب عشان لو دفعت من الاول وبينت لناس اللعبة دفع من الاول هتضغط الموضوع مش انك بتعمل فورميشن عشان تدي اسلوب لعب انك بتدافع او خايف يعني في وقت من الاوقات المسلماني غير طريقة اللعبة ثلاث مرات على حسب نتيجة المباراة طبعاً يعني بتأثر بالشكل وباخر وكمان الشكل الفرق اللي قدامك فانت يعني في وقت الاوقات براسين حربة لعب مسلا محمد شريف ومروان ممكن يلغى لدوت في اول مباراة يعني ممكن يعمل كم فاجأة فيه في مداربين يفكر كده احنا لو الناحي تاني اللي انا بكلم فيها كابتن لو حتة احنا عندنا في مصر لو تلعبت بتلاتة من اول مباراة يقول لك ده نازل يدفع هي قاعدة كده عندنا بفاصل يعني احنا تلاتة تلعب ليه بتلاتة في نص الملعب يعني ممكن تلاتة ديت بس احنا هنا في مصر احنا يعني ما بيبقى عندنا الهجوم بيبقى قليل شوية لما بنلعب بالطريقة دي الاتنين ما بيش بيكملوا اه اه احنا بنلعب بتلاتة فالتلاتة بيبقى واجباتهم دفاعية اكتر حس ان هو سبتين اكتر اه لكن ليفاربول لما بيرعوه بيلاقي مسلا ميلنر بيطلع هادم كان في برشلونة مسلا كان انيستا وجافي كانوا الاتنين بيطلعوا لكن احنا التلاتة يعني لو لعبنا ديانج والسلية مثلا يعني وحمدي فتحي لا يعني اوليه لما تلاقي حده هي يعني التلاتة دورهم دفاعي اكتر من هجومي فهي بقى الناحية اللي جميع عندنا هتتأثر فانت طبيعي للجمور والصحفين وان كل مصر هتكلم يقولك ايه ده بيلعب بتلاتة في نصر عايز يأمن ده عايز يطلع تعادل هي دي لكن انا اعتقد اللي هو هيلعب زي ما بيلعب بشكله المعتاد يعني اهو الطبيعي بتاعه وعلى حسب سر المباراة لو شايف هاي غير متوقع ثبات التشكيل يعني ممكن واحد او اتنين يعني مثلا لو هاي غير يعني بسيط خفيف لما دلوقتي كابتن هاني كان بيتكلم على فكرة انه مش اول مرة النادي الاهلي في مونديال كاس العلم للاندية يواجه فريق عربي فدي حاجة يعني يعني بتسهل كتير افتكر على النادي الاهلي كمان مشاركة موسماني مش برضو هي المشاركة الاولى زي ما انت قلت واجه قبل كده او شارك قبل كده في كاس العلم للاندية مع سانداونز بتختلف في ايه بقى عايزة عارف عند الجهاز الفني وانت مدير فني طبعا تقول لي بتختلف في ايه عند المدير الفني اللي شارك وليه سبقه قبل كده لا هو بيبقى كمسلماني نفسه هو مثلا انا اخدت مثلا مركز ما مع سانداونز عايزة مثلا المروادي لا عايزة اخد مركز احسن هو بيبقى عنده طموح اللي انا اوصل لا اعلى هدف او لا اعلى نقطة اللي انا ارضي بها النادي وارضي بها جمهور النادي الاهلي وفي نفس الوقت يعمل لنفسه اسم او يعمل لنفسه سيفي كويس بعد كده انا وصلت المرحلة كويسة مثلا مع نادي كذا هو دلوقتي محطوط دايما تحت ضغط اللي انت ما احترامي لسانداونز زي ما قلت اللي انت دلوقتي مسك النادي الاهلي النادي الاهلي يعني بطل افريقيا وعنده قاعدة جمهورية كبيرة جدا فاي مدير فني بييجي كلنا شوفنا مستر مانوال جو زي يعني مستر مانوال يعني النادي الاهلي خلاها بقى في حتة تانية بقى اسطورة كنت لسه هتكلمني عن شركتك في تجربة كافة العالم مع اماني والبن فهو دلوقتي عايز يوصل لمرحلة كويسة مع النادي الاهلي وكنتايج وكبطولات وعايز يعمل اسم زي ما مستر مانوال عمل وفايلر لما جيه برضو عمل فهو الراجل دلوقتي الجمهور بيحبه خد بطولة افريقيا الدوري ماشي كويس خد بطولة كاس ماصر فهو من اول ما جيه خد بطولتين على طوله اربعة فسمى عند الناس الناس حبته فهو دلوقتي خلاص بقى الطموح بيبتعه بيبتدي يعلى اللي انا بقى لا انا عايز اكمل على نفس النهج اللي انا ماشي به هو اول مرة معتز هيروحي شوف بقى الجمهور الاهلاوي ومشاركة الاهلاوي هم من ساعة ما جيه ما شافش الجمهور للسان لا طبعا شايفه لا بس انا بتكلم بقى على المدرجات انا بتكلم على المدرجات انا بتكلم في المدرجات فكرة المدرج وانه هو بقى يحس بي وافتكرا ان الجمهور الاهلاوي مهم جدا في هذا التوقيت ان يكون موجود دايما نقول هو الدعم والساند وانه يقدر بس هو الجمهور يخش هناك 30% من الساعة قد تقرر لا انا نفسي بقى يا موسيمان يشوف جمهور الاهلي عالطبيعة زي ما كنا يشوف بقى مئة ألف بقى سبعين ألف الموضوع هو شافهم ضده لا انا بملعب كابتن بتختلف ايه ما شافهم ضده هو بيلعب يعني كان موسيمان يلعب وهو النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت موجودة لكن وجود الجماهير اعتقد مهم اعتقد بيفرق جدا ان حتى لو 30% من ساعة الاستاذ اعتقد جماهير النادي الاهلي هتكون متواجدة بشكل كبير جدا ده هيساعد كمان اللعيبة بشكل مميز يعني فأكيد طبعا عنصر الجماهير طبعا عنصر مهم أكيد طبعا ده رقم واحد يعني انا من وجهة نظر الجمهور ده رقم واحد احنا كلنا ما بنشوف دلوقتي الدوري شغال حتى احنا كمتفرجين في التلفزيون بنسمع الكلام بتاع الجهاز يعني اكي انها تأسيمة اكي انه تمرين او تأسيمة ولعيبة نفسها نفسها الجمهور اصلا يخش برضو لما العيب يعمل حاجة كويسة او يرقص رئيسة انت بتحس يعني المرضود بتاع الجمهور معاك على طول بيبقى فيه تفاعل مع اللعيبة وبيديهم دفع وبيديهم حماس غير لما العيب بيلعب تحس اللي انت بتلعب في التمرين في النادي فأعتقد اللي برضو حتى لو 30% لا جمهور النادي لو 10% لا بيخشوا بيعملوا شكل وما بيسكتوش طول 90 ديئة فهيبقى دفع للعيبة الاهلي انا شايف هناك في البطولة بإذن الله احنا شفنا افراقيا انا يمكن عشان بقى حضرت تجربة التاسعة يا اهلي في الملعب كان قدقيه العدد بسيط جدا جدا بس تتحس والله العظيم هكذا هم 100.000 والله السبعين مليون كانوا في الملعب وحيات ربنا والله مش ببالي احنا بقى انا حضرتهم بقى وانا بلعب كان بيتراجي المدرج بيتراجي لا انا لعبت بقى طب انت شفت دول انا لعبت فسط 100.000 في استاذ القاهرة فانت بتتكلمي انا بولك في زمن الكورونا يعني الموضوع بيختلف وخصوصا كمان جمهور النادي الاهلي يعني عنده ميزة اللي هو يعني ما بيقسوش ومن اول ما بيخشه الاستاذ من قبل المطش مسلا بساعتين تلاقيهم هم اشغالين واللعيبة لسه في قط الليبس تلاقيهم اشغالين وزاي بروفاط للمباراة اول ما اللعيبة بتنزل ومن اول ما المباراة بتبدأ لغاية تديها 90 او 95 او لو لعبنا لتاني يوم تلاقي اللعيبة دايما وعندها امل في لعبتها هي دي ميزة جمهور النادي الاهلي اللي هو دايما في ظهرك اللي هو دايما بيشجعك اي لعيب بيعمل حاجة تلاقيه دايما يعني فاللعيب دايما بتبع عايز تشوت بتبع عايز تجيب جوم بتبع عارفة عايز تفرح الناس دي عشان هما في عالم ما بيسوبكش فاعتقد اللي ده عامل اساسي جدا للعبت النادي الاهلي جمهور وحتى جمهور يعني الجماهير موجودة اصلا في المدرجات ده حافز اللاعبها كلها حتى ساعات بيبقى جماهير المنافس بتبقى كمان دوافع للعبت النادي الاهلي يعني جماهير النادي الاهلي بالطبيعي انها سوبرت لعبتها لكن في وقت من الوقات ان كمان الجماهير المنافسة وتبقى الصوتها موجودة في الملعب ده كمان حوافز يعني صوت الجماهير نفسه بيبقى مختلف خالص الشكل الفني شوية هكلمك شوية على بعض العناصر المهمة من خلال يعني صفقات النادي الاهلي تكلمني على بدر بنون اللي أنا في اعتقاد يعني بيقوم بدور أكتر من رائع دور بدر بنون إيه خاصة في أعتقد هو أول مشاركة دي في كاس العالم الأندية لا يمكن أنا قلت يمكن رأيي فيه قبل كده وكنت برضه يعني بحل المباراة الأهلي واتكلمت عليه بشكل كويس ولعيب كورته كويسة في المركز ده مش بيطفش زي ما بنقول بلغة الكورة لا الراجل بيبدأ من وراء وكورته كويسة هادي تحس اللي هو لعيب كورة يعني مش مدافع دايما الناس عارفة للمدافع ده كورة بتجيله بيروح بيشوتوا خلاص أو بيطلعها من وراء خلاص لا هو بيلعب يعني من وراء بيبدأ الهجم كويس كورته كويس عائل فلا بيؤدي بشكل كويس تفاهم موضح قوي مع عيمن أشرف دي نتيجة الاستمرارية بقى مع بعض فيه تفاهم وخصوصا كمان المسلماني مش كل مطش بيغير لتنين تعرف حضرتك كابتن حضرتك كابتن مصر السردباكين دول لازم يبقى يعني يلعبوا مع بعض كتير عشان يبقى فيهم ايه يعني بيبقى فيه زي تونيفة بينهم وبين بعض وفيه بيبقى هم خلاص ده عارف التحركات حتى من البصة لو الفيرود مثلا راح هنا هو عارف اللي ده يتحرك ازاي هيبصيله امتى فلازم يبقى فيه بينهم كده يعني فيه انسجام اه اندماج او انسجام فهم خلاص يعني الاتنين حفظوا بعض بيلعبوا دايما يعني شبه كل مبارات لعبنا جنب بعض هو وايمن فخلاص حفظوا بعض فهو بالتالي بيسبت رجله واحدة واحدة من اول ما جيه برضو بطولة افريقيا تقلته كاس مصر تقلته اكتر انا كلعيب لما بروح لسه نادي لسه مش يواخد على الاجواء لكن بطولة مع بطولة وماشي بشكل كويس وبالعب اساسي انت كل ده خلاص بتاخد ثقة بتعرف لعبتك ايه وبتعرف زميلك ايه في الملعب فخلاص اعتقد اللي هو وصل لمرحلة دلوقتي اللي هو خلاص تحس اللي هو بقى له مسلا سنتين بيلعب في التشكيل مش لسه مسلا ايه راهب الموقف فلا انا شايف اللي هو ماشي بشكل كويس وخصوصا اللي دي بقى زي ما حضراتك بطولة اول بطولة لي مع النادل اهلي في كاس العالم اكيد برضو هو بينه وبن نفسه طموحات شخصية بقى تانية خالص اللي هو عايز يعمل برضو اسم كويس بلده كلها اكيد هتبقى عارفة اللي هو بيلعب فعايز يعمل حاجة برضو قدام بلده قدام جمهوره فدي بقى تبقى حاجة شخصية بين اللعب و بين نفسه اه دواتها شخصية اه مش بدر بس يمكن اول مرة يشارك النهاردة تقريبا كل اللعيبة معادة تلاتة في اكتر من حوالي خمسين في المية ما اكتر من خمسين في المية محمد شريف كله كلهم اول مرة يشارك اول مرة يشارك معادة رامي سعد ووليد ووليد طبعا مش هشارك كمان لكن موجود لا كدير اكتر من خمسين ستين في المية كلهم افتكر ده بيخليهم يكسبوا ثقة على ثقة اكتر كبتا صح ويرجعوا بقى ان شاء الله يتفرغوا لبطولة الدوري دي اذن الله دي اذن الله انت وحنا بنتكلم انت قلنا لك مبروك بس عايزين بقى نركز على انت عمالة المباراة الرائعة امام بيراميز اتنين واحد موليد 2001 في النادي الاهلي 2001 نفتكر بها على طول بعض اللاعبة اللي صعدت للنادي الاهلي زي العربي بدر وكوكا وحما النبيل وفي حمزة علام مسافر معهم حارس المارم مسافر فجي الواعد احكي لنا بقى يعني مشوار البطولة يعني تفتلع بطولة الجمهورية وكمان بعض العناصر اللي الكابتن المعتزقين وشايف انها تكون ان شاء الله وعدة ليه الصعود للفرية الاول نعرف برضو الشكل العام ومراكزهم ايه انت بلتحاد صعد مين مين اللي قدامك شايف ان دا يلعب دلوقتي لا السنة جاية يكون عندي كذا احنا الحمد لله مشينا كابتن من اول الموسم بشكل كويس وكنت راكب الجدول يعني الحمد لله بشكل كويس وبفارق نقط كتير عن كان لورايك جونة وقدرت اصعد الحمد لله والعيبة قدت يعني على اكمل وجه ودلوقتي احنا بدأنا المرحلة التانية احنا عندنا الدوري مرحلتين اول مرحلة وبعدين بياخدوا تلت فرق اول تلت فرق ومع اول تلت فرق من ناحية التانية تلت مجمية هوا يعملوا تسع فرق اه بياخدوا تلتة 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 تسع التسع دولي بهم خلاص بطولة تانية بقى الجمهورية يلعبوا على الدوري بقى فاحنا الحمد لله سعدت وانا سعدت من المرحلة القولة دي كاول الدور الحمد لله بفرق سبع نقطة او تمان نقطة عن الجونة الحمد لله هم اللي كانوا ورايا ودلوقتي بقى بدأنا بداية التصفات بقى يعني النهائية ومبرح الحمد لله قدرنا نكسب برامز اتنين واحد عندهم في استاد الدفاع الجوي فان شاء الله يعني ماشيين بشكل كويس ولعيبة كلها على قد المسئولية وزي ما حضرتك قلت اللي انا عندي لعيبة كويسين ومنهم عندي تلاتة او اربعة بيتمرانهم على الفريق الاول مين؟ اه عندي احمد نبيل كوكا ده بيتمرن فوق وعندي حمزة علاء بشكل اساس حمزة حمزة المرمى اه ده حارس المرمى وحارس منتخب الشباب هاي وعندي كان عندي احمد عبدالنبي احمد غريب يعني في مجموعة طلعت كتيرة بس بتنزل لكن في ناس هي يعني شبه سابتة يعني اتنين او تلاتة هما اللي شبه سابتين يعني فلا فيه لعيبة كويسين وفرة الفين واحد ماشي بشكل كويس وكلهم والله يعني مش عايز اقول لها اسمعه عشان ما حدش يزعل بكرة في التمرير بكرة في التمرير انت عالدك الموتش اللي جاي امتى ان شاء الله انا عندي ان شاء الله يوم الاتنين عندي الاتحاد السكندري عندي في النادي ان شاء الله وبعدين طالع بره بقى الاسمعيلي في اسمعالي ان شاء الله ان شاء الله عايزين نتكلم بقى معتزئينه نفسه في مونديال كاس العالم للاندي انت شاركت مع مانو اللي زين في اليابان 2008 صام كان الجو تلجي كان لسه كابتن اسلام الشطر بيتكلم الموضوعين اكسعة بقى بس كاترحلة جميلة يعني هي بقى في الكواليس والاجواء يعني الموضوع مختلف تمام بقى يعني اي حد بيتمنى طبعا لو يروح كاس العالم طبعا تحكي لنا تفاصيلها بعد الفاصل طيب ماشا في البيتكي كابتن معتزئين وكم من العناصر المهمة جدا عن دمانه الجزئ ويمكن كان له تجربة مشاركة سابقة في مونديال كاس العالم للاندي قبل كده في 2008 في اليابان وكنت بتتكلم عن انها كانت مشاركة قد اي صعبة يعني الجو بيجي في مقدمتها لكن عايز اعرف كمان الفرق بين المشاركتين اللي انت كنت فيها والمشاركة الحالية بالنسبة للنادي الاهلي كابتن اللي انا كنت فيها كان فيها فرق صعبة جدا فكان الموضوع مختلف يعني مع احترامي طبعا دلوقتي لكن ودلوقتي فيه فرق جامدة بس احنا كان يعني الموضوع بالنسبة لنا كان موضوع صعب يعني كل الفرق اللي كانت موجودة حتى من اسيا وكان الموضوع صعب جدا يعني غير الجو بقى طبعا ده الواحد صعب جدا جدا والاجواء هناك كلها عمدان بس هي بتبقى اجواء حلوة يعني وبتبقى رحلة جميلة والتدريب ويعني كل حاجة بصراحة بتبقى في اسناء البعثة والرحلة وكل حاجة بتبقى الموضوع مختلف خالص يعني انت بتحس اللي انت بتلعب في اوروبا طبعا قطر الله اعلم بقى الجو هيبقى زي اليابان ولا لأ اكيد لأ طبعا اه فالموضوع هيختلف غير لما احنا لكن كواليس انت كنت بتتكلم يعني اكيد بص تبقى واحنا انت عارف عشنا الرحلات دي مع منتخب ومع الفرق بتاخد جزئين الجزء الجزء يعني الجزء الفني التنشنة والمباريات والفوز والهزيمة الجزء التاني اللي الناس مش شايفين وبيبقى كمان ممتع جدا وبيبقى اجواء رعاها دي ما بتتنسيش بشكل كبير ايه الكواليس اللي عشتها هناك في رحلة اليابان رغم صعوبة الجو وصعوبة المجموعة الكواليس الخارجية للاجتماعات الاعداد يعني كواليسا كانت عاملة زيزء ناحنا كنا احنا السبعين ثمانيون في المئة عادي من نهزر هو ساعة التمرين بس وبنطلع من التمرين خلاص وساعة يوم المباراة وبعد المباراة لكن احنا الفترة كلها طبعا القوضة بتاعتنا كلها ضحك وهزار الناس كلها كد بتبقى يعني يعني فيه سعادة في الموضوع وفيه حب وفيه لعب وفيه هزار في كل حاجة بتبقى اخد بقى طبعا معاك كل ال ال. كل الادوات. ادوات اللعبة اه. ادوات اللعبة اه. كل حاجة بنبغدنا معنا. وبلاي ستيشن. طبعا. انا ما عرفش على البيلي ستيشن. بس كمين معاشر طول النور. انا ما عرفش على البيلي ستيشن. بطوعة تتفرج عليهم. بعد اتفرج عليهم. احناك كمان كان فرق التوقيت. فرق التوقيت صعبة. كان صعبة وما كناش احنا اغضينا عليه. فسافرنا بدري شوية. فعشان الواحد وانا منوالك وتبانم بدري. فانا عشان اقل بيومي وتأكلم على الجو هناك في اليابان. كان الموضوع بالنسبة لي سيقعب شوية. لكن يعني بعد يومين او ثلاثة عبال بقى. مين ملك البليست ايش? كان شديد وكان عشور. وكان محمد سمير. وكان احمد عدل عب منام. احمد عب منام اه. وكان احمد السيد. كلهم كانوا بيجوا يلعبوا. بس انا ما كانش ليه بقى. انا عاد اكل لب. عاد اهزر اناكف فيه ومنضرب في بعض. انا واتمرين الصبح. النهاردة ده. النهاردة هي اللعبة تانية. لكن بلسة عشان ما كنتش بحبه. التوقيت المرادي بالنسبة للعيبة يعني قاتل. يعني انت النهاردة لا هتعرف تراكف ولا تهزر ولا ولا تقعد. النهاردة عشان فكرة الكابسولة الطبية طبعا التباعد الاجتماعي. الاجراءات الاحترازية بسبب كورونا. هتخليهم حاسين بالوقت اكتر يعني. ممكن شوية. اه. لا وغير كده كمان يعني. الناحية الترفيهية اكتر او اللي دحكة والاجراء. احنا كان الجيل بتاعنا احنا. اه. كان فيه كله. كنا شل واحدة كده مع بعض. فبنعمل كل حاجة. دلوقتي يمكن انا كنت يعني بتكلم اخر مرة مع عوليت سلمان والشناو كان برضه كلمت معاه في النقطة دي. الموضوع انا بيقول لي ما بقى ازاي ايامنا. اه. 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 دلوقتي كل واحد في حاله شوية. كل اتنين اخرهم او تلاتة مع بعض. احنا كنا بنبقى عشرة في الاوضة معروفة للعشرة دول. فيه جناية هتحصل النهارو. اه. فيه موضوع يعني فيه ضحك فيه. ومدير الفني هيتدخل. اه. انا احنا مرة كنا عاديين في فندق بدون ذكر اسماء. وبدون ذكر اسماء المدرب. واتصلوا لنا بكسرنا الاوضة. كسرنا الاوضة من الهزار. اه. كسرنا الاوضة بتاعت الفندق. اه. وتخصم مننا فلوس من كتر الهزار والضحك. وقعد ضرب في بعض. واللي يشيل ده. كسرنا الاوضة. الفندق اللي معسكرين فيه. الاوضة تكسرت بتاعت الاوضة. وتخصم منكم. وتخصم منكم. ده لازم تخصم من اوضة كوي. اه. بس انا جاء لنا الاوضة. فالموضوع كان صعب. فكان فيه حب وكان فيه زهر وكان فيه لما في الاوضة. لكن دلوقتي مسلا ممكن كل اتنين في اوضة كل تلاتة بكتير في الاوضة. يعني ما معادش الموضوع زي الاول اوي يعني. بس. فهم اللي عبا بقى دلوقتي مركز اكتر. احنا كنا الموضوع. لا بس خلي بالك قبل. سهل شوية. بس عشان الناس ما تفهمش غلط. انتو ساعة الجد وساعة اول مدى. لا احنا احنا دايما دايما اصل ما فيش. احنا كنا بناخد كل البطولات الكبت. بقى بالزبط. وكنا بنعمل كل حاجة. بس ساعة الهزار هزار والجد لجد. لا انا كل كل كلامي ده اللي انا بقوله عشان ما حادش يفهمني غلط. احنا برا التمرين وبرى المنشاة. الزبط. الاوضة اللي احنا في الاوضة في الفندو برا التمرين. لكن بننزل التمرين مفيش هزار. لا. يعني ده ده بيقربكوا اكتر. يعني الناس بتقريبا ما يقولك مال ده ومال الملعب. انا بنتيالي اللمة دي والضحك دوت. اكيد طبعا طبعا. بينعكس على الملعب والتدريب انكم مقربين من بعض اكتر بتحبوا بعض اكتر. والناس بتتكلم دلوقتي الكرة بعد اكتر وعمل. لكن جزء انك قريب من زميلك وبتحب زميلك المدرب قريب منك. ده ده هيفضل. هيفضل دايني. لا احنا كنا الموضة مختلف خالص. حشان برضو ما حدش يفهمني غلط. احنا كنا يعني اللي قرب مسلا من عشور في الملعب تلاقينا انا او وراه. اه. اه. لو حد جي جنبي تلاقي واق الجمعة. يعني الموضوع كان مختلف خالص. كل حاجة كنا بنعملها برا. لكن اول ما بننزل ملعب سواء في التمرين او في المشات بيبقى الموضوع مختلف تماما. خلاص قمة الالتزام. احنا فيها كابتن مواقف بتاع بطولة اه. النهاية افريقيا مع القطني الكاميروني هنا. كسبنا اتنين. فلافيو جاب جون. واق الجمعة جاب جون. اه. في يوم المعسكر قبلها بيوم يا كابتن. مش عايز اقول لحضرتك يعني عملنا ايه. حاجات ما ينفعش تقالها لو. بس عملنا حاجات واكل وشمقعة. وهزار ودهحة. وهزار وكل حاجة. بس نزلنا ونهاية افريقيا. عندنا نهاية افريقيا. بس قبلها بيوم عملنا كل حاجة. مفيش مشكلة خالص. بس ساعة التركيز. وساعة لما بنفع نفسنا. وخلاص وراحينا خلاص. وانزلنا نهاية افريقيا. نهاية افريقيا اللي يودينا كاس عالم. على فكرة انا تعلمت الكلام ده بره مش هنا في مصر. يعني احنا في جيلة التسعينات. طبعا الكابتن جوهري كان قافل علينا بشكل كبير جدا. وكان اللي بيدحك ده بيفكرش في الماتش. واللي بيهزر ده مش مركز. فانا اتلعت بالمنطق ده شوية لأوروبا. ليت الموضوع مختلف برضه. عشان الناس تفهم ان الموضوع هناك. الفكرة ان كل حاجة ليها وقتها. انه ساعات المدرب بيطلب منك لا اخرج وتفسح وروح وزهر وهيسوا مع بعض. في الاوقات اللي بيحس فيها ان فيه تنشن شوية. وفي ناس بتشغل اغاني في الوتوبيس ويراح الماضي. طبيعي جدا. طبيعي جدا. فبقول لك احجات ديت ما تقلقش الناس اه ده قلبنا هزر. لكن الفارق ما بيننا وبين الناس ديت. انه عارفين الطايمينج. امتى يهزر وامتى يشتغل. وامتى يركز. يعني الوقت الوقت المفتوح انك تهزر وتضحك. اوكي. وعندهم الفصل سريع جدا. يعني احنا بنهزر بقى في القودة ونزليني على التمرين. هتلاقي برضو اللي عابتنا ايه? لسه واقدر. ايه واقدر. طب انا هقول لحضرتك على العجب. مرة انا ايه? كنت انا دايما ان انا وبركات كنا دايما بركات كان ملكة ضحكة والهزار. ملكة الحركات. ملكة الحركات. ملكة كان دايما كابتر حصان البدري حتى ايه? يروح لفف لنا. يعني ايه? يعني ويزع. فمرة انا ايه? قلت ايه? انا النهاردة هركز. والله كابتن زي ما بقولك. قلت انا هركز النهاردة بقى وبتاع فقاعد ورايح وانحنا رحينا على الاستاد. خسرت. لا مش. لا ده مواقف لي. انا مش. لا احنا كسبنا. اه طيب. بس انا بكلام علي. انا مكنتش متعود لنا ابقى متنشين قوي. ورايح بقى اللي انا عامل. لا بهزر ونتحك في الاوتوبيس ونتكلمه. انت اتطررت في اليوم ده. انا انا طبيعة اينو كده. يعني انا طبيعة كده. فاليوم ده معرفش يجالي حالة جدل. لان ايه? لا انا عايز ايه? كان ساعت احمد فتحي كده. كان وقى الجمعة كده. لكن في ناس اينو بركات. حسام عشوق. الناس دي بعادي. احنا في الاوتوبيس عادي. فاكين. فالمهم انا ايه? قلت انا هعمل كده. والله كابتن. اتغيرت في الديئة سبعة وعشرين. خرجت من ماتش. خرجت غيرني مستر مانول. مش شايف. وانا رايح مش شايف. انا رايح الماتش مع ان انا المفروض بقى اللي امركز ووشي مقفول. ونازل بقى من الاوتوبيس عالقوضة وغير. اتغيرت في الديئة سبعة وعشرين. ففي حاجة غلط. مش انا. مش اينو. انت دلوقتي بتعمل كده مع الفريق الفين وواحد اللي انت بتضربه يعني. انا بحذر معاهم وبدحك معاهم واخدهم هم حتى كلهم عارفين اللي انا بتعامل معاهم وكابتناني عارف اللي. الكسة مش كسة اللي انت مدرب او مدير فني يبقى لازم معاملك. لا فيها اوقات. لا بتبقى حاسم. وفيها اوقات في الشغل. لا لازم تنفذ تعليمات ومفيش زار ومفيش ومفيش. وفيها اوقات برا يعني مثلا ممكن نبقى وقفين نهزر وندحك. هم عارفين لنا يعني بدحك معاهم ودم خفيف ونقعد نضحك كلنا مع بعض. نزل لهم نزل لهم. نزل لهم. بس طبعا في احترام. بس بتكلم معاهم وبنهزر وبندحك وبضربهم. يعني انا بتعامل معاهم كل حاجة. دي طبيعة بغض النظر اللي انا مدربهم او مش مدربهم. انا بحب كده. انا بحب اهزر واتحك. ما بحبش الافلة. ما حبش التنشانة. لو واحد كشف وش. اه فهم خلاص عرفوني. عرفوا انا امتى? بقى جد. وعرفوا امتى اللي انا بهزر. فهم خلاص عرفوا كابتنينو ده دماغه ايه. فخلاص محدش بيطلع بره الاطار بتاعنا. بس فما ينفعش اللي انا افضل عمل لهم كده. طبعا هم هيكرهوني. عشان انا كنت انا بعيش اللحظة دي وانا اللعيب. اللي انا كنت لعيب مزاجنجي شوي. انا لو كان المدرب يقفل في وشي. او وشي وقفل في وشي. انا ما كنتش احب التمرير. انت العامل النفسي ده مهم جدا بالنسبان. اه لا. اصلا هو اللعيب لو ما بيحبنيش. اه. اللعيب الكورة. لو ما بيحبش المدرب بتاعه. والمدرب مش مديله السكة بتاعته وبيحسسه بقيمته او او بيتكلم معاه وبيهزر معاه. هو مش هيديني في الملعب. عشان كده كان اللي اقرب لك كوتش ماني والجزير. لا في ناس كتير او الله انا اتمرأتنا كان فين جادة كده والبرتغالي. مين اللي كان اقرب لمعتز ايه. كان مدرب. اه. ده في كابتن على مايهوب. يعني ده اه. ده كان يجي لنا القوضة في القوضة. اه. ويطلع ويقعد معانا ويهزر معانا وكابتن محمد يوسف. يعني الناس دي كلها يعني لأ يعني كانوا بيعشرونا بقى وكانوا بيشاركونا كمان في الحاجات اللي احنا كنا بنعملها. ويضحكوا وهزار وكانوا يعودوا يكلوا معانا والدنيا. لأ هو ده. لكن في التمرين زي ما بقولك لأ مفيش هزار. لكن هو هي دي الحب. كده على فكرة برضو. الناس كان بتحكي انه هو في وقت من الوقات كان شايف اللعبة متنشينا قوي. فقال لهم انت متحكوا انتم متكسرين ليه. هو طبيعي يعني هو عايز يعيش اللعيب في طبيعته. يعني معتز من طبيعته انه هو بنظرة واحد تاني فاكت. لأ فاكت مثلا ايه ده. هو ازاي راحل ما تشوف فاكت كده. دي طبيعته ودي طريقة تركيزه. لو قلب طريقة تركيزه زي ما هيتغير في الده خمسة. اتغيرت. اتغيرت والله دي كانت حقيقة. لو واحد التاني متعود انه مركز اوت. وطريقة تركيزه انه هو مركز وساكت. وجيت اه. فك شوية. اه. هي بتبقى تعود. هي تعود. اه. يعني مهمة المدير الفني الزكي انه يعرف الحتة داية ويشتغل عليها. يعني ده برضو مهم من جزء. طبعا غير الجزء الفني والتدريبات. ويعرف كمان فيه ممكن يبقى عندك لعيب انت عارف امت دول فكين. وامت تعرف اللي هم متنشنين. يعني فانت لازم توصل لهم هي ايه معادلة صعبة شوية. بس انت لازم يعني عشان اطلع اللي جواك. وتقدر تديني في الملعب وتنزل تبقى فيها. انا عارف ام. ممكن الاقي واحد مثلا. متنشن او او مجدود او حاجة. اروح انا مثلا مديله كلمة او مهزر. انا قاصد. عشان تفكه شوية. انا قاصد اه. يعني انا بقى قاصد اللي انا. الاقيه خلاص بقى ايه. فك شوية خلاص انا خدت منه اللي انا عايزه. وما ينفعش اللي انا افضل قافل وشي في وشه على طول. طب ما هو هيكرهني. وهيبقى يا عم ايه ده ومش ايه. عشان انا كدت انا كده. فانا انا دايما حتى بقولهم. بقولهم انا دايما بنيملكوا خبراتي. عشان كل اللي انتو فيه انتو لسه صغيرين. طب. كل اللي انتو بتفكروا فيه دلوقتي. او اللي انتو عايزين تعملوه. انا عملته من عشر خمستاشر سنة. فانا خلاص بقى وصلت المرحلة الحمد الله بحكم انا بقى يعني 18 سنة بلعب دوري ممتاز. فمرت على كل اللعيبة وعلى الانديل اللي لعبت فيها ومنتخب ومواقف. فانا بقى بقى عارف خلاص انت اللعيبة خشله منين. فما ينفعش اللي انا افضل متنشف وشه او قافل وشي عليه ما هو مش هيبقى. انا بالنسبة له كده ممكن يقول ايه. لا ده ده كابتنينو في حاجة نهارنا. لكن لما بقى هزر انا فيه مرة ما رحتش التمرين. العيال قالوا لي انت كان في حاجة غلط. يعني وصلت المرحلة. خلاص بقى وصلت المرحلة ان هم بقوا بيفتقد ومعتقلينو على المستوى الشخصي. على الشخصي هو الكسة. كمان مش الفني. احنا ممكن قبل التمرين نقف ونتكلم ونهزر وندحك ودي قفل ده وهزر مع ده واشتم ده شوية. واللعيبة تيجي تتكلم. هم واخديني مش مدرب. يعني انا وصلتهم يا كابتن اللي هو واخديني اخ. بس طبعا كل الحاجة باحترامي يعني فيه لمت يعني. لكن اول ما بقف واتكلم معاهم وبنتكلم كفنيات بقى خلاص الموضوع بيختلف. خلصنا الملعب وطلعنا برا او مجرد ما خلصت وصفرت وتمرين انتهى خلاص بيبقى الموضوع عادي يعني. طيب انا عايز اخد. وفي العيبة كمان بتركب معايا مسلا اوصلهم عادي ايه في طريقي ولا فزع فخلاص يعني باخده اخ صغير يعني. ده ده جميل او حلو قوي. وبنتكلم على جزئية التنشن والفك. تفتكر حقدك من النقطة داية حقدك للدوري ونفجع مشوار النادي الاهلي في الدوري وخاصة لمباراة الاخيرة. تفتكر ان النادي الاهلي كان نازل مباراة بيراميز. يا عنده تنشن زيادة. يعني الموضوع من تنشن زيادة لو كان نازل ريلاكس شوية. آآ كان ممكن يفرق عن النواحي الفنية ان احنا نسجل ويبقى الموضوع اسهل مننا ولا انت كنت شايف مباراة بيراميز ازاي? لا طبعا الفريتين فريتين كبار وانا كان عندي سكة كبيرة اللي النادي الاهلي هي يعني هيكسب وخصوصا كمان كان عنده فرصة اللي هو يفرق بالنقط عشان الزمالك قبلها اتعادل مع اسوان. آآ وصل كتير واهدد المرمى بتاع شريف اكرامي بس شريف كان موفق المباراة دي. يمكن بيراميز مراحيتش اللي بكورة على الشناوي. مفيش. 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 مفيش حاجة في الضيئة 93. آآ. يعني الشناوي ماختبارش خالص طوال الماتش. هشخط الدونجة بلس في الضيئة. آآ لكن آآ لكن آآ الاهلي وصل ومن اللجناب وصل ومن العمك ووصل وقدى بشكل كويس بس هو كان فضله التوفيه بس اللي هو هيحرزه. يحرز هدف. لو احرز هدف فدري اعتقد المباركة يعني هتفك اكتر والاهلي كمان لما دايما بيبادر و هو صاحب الافضلية في الاول و يجيب جون. بيلعب بارتيحية اكتر. وساعتها لو رجعت حضراك بكل المباريات لما بيجيب الاهلي الاول جون. دايما بتفتح بقى مثلا بيكسب اتنين. يعني بتفتح معا. بيلعب بقى اللعيبة خلاص بتلعب بثقة اكتر. كسبان واحد سفر. فكله بيقادي وكله بيطلع. المدرب بيراميز طول ما هو آآ يعني الماتش كان مقفول او مخنوق في نص الملعب زي ما حضراك شفت ومقفل على الاهلي. هو بالنسبة له كده لو ما كسبتش مخسرش اطلع بنقطة. فده في حد ذاته هو كان بيفكر في كده. فده نقطة قبلت النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي يوصل وقده بشكل كويس وعمل مبورة كبيرة. وبس يعني والتغييرات نزلت عملت شكل كويس. بس لو كان يعني انا شايف جاب جون الموضوع كان هيفر. كان اختلف ده. اه اكيد. الموسم ده ممكن يختلف عن سبقي بعيدا عن الكورة في الملعب واللعبة. ممكن. ايه العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر على سير الموسم ده من وجهة نظرك. لو انت شايف انه فيه فعلا مشاكل حقيقية. مشاكل فين. مشاكل في الموسم نفسه احنا بنتكلم لسه على لجنة على التحكيم. اكتر من مباراة. يعني الظلم اللي بتعرض لنا دي الاهلي طبعا بشكل كبير. ممكن فيه عوامل تانية تتحكم في سير الموسم ده. نخليه مختلف. مختلف? لا اهو بغض النظر انا مش بحب دايما اتكلم على التحكيم ده يعني. ما تتكلمش على التحكيم انا اقول بعيدة يعني اي اسباب اخرى. اهو النادي الاهلي طبيعي. يعني دايما البطل يعني بيجي لك كده في النص حبة ايه مطبط او حبة مشاكل. فدايما على النادي الاهلي والفرق الكبير اللي هي ما ببصش وراها. انا مش بحب حتة اللي انا علق دايما زي ما بقولوا على الشماعة والتحكيم. لا الاهلي دايما بيكسب. اه دي بيبقى لها ناس معينة. بس في بعض المتشاط انا 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 زيك وكنت دايما بقول التحكيم اه لكن في في حاجات بتبقى يعني بتبقى بينة او واضحة او بتأثر بشكل كبير يا. احنا ببنقولش كده عشان اعزار. وان احنا اه احنا تعادلنا عشان التحكيم. لا احنا ببنقولش كده. وارد جدا ان تتعادل المتش وارد جدا ان تقسر المتش. دي كورة. لكن لما بنشوف اخطاء تحكيمية بيكون مؤسرة على نادكت المتش لازم نتكلم. اكيد طبعا. بس بعيدا عن ده كله. اه الدوري شايفه ان شاء الله النادي الاهلي يعني يتوق بالدوري لان المشوار لسه طويل. لكن النواحي الفنية للدوري شايفها ازاي. اه المفاجآت في مفاجآت انت شايفها. فيه لا لا. هو زي ما حضراك بتقول الدوري دوري صعب. الدوري غير يعني السنين اللي فاتت والمواسم اللي فاتت. لا الفرقة كلها بتقدي بشكل كويس. انا تفرجتها يمكن 90 في المية و 95 في المية على كل الفرق يعني. حتى الفرقة اللي صعدة. كل الناس دعمت بشكل كويس. كل الناس جابت صفقات وعملين يعني اداء كويس كمان في الملعب. كل فرقة تققلت زي ما بيقولوا كده تققلت الفرقة بالصفقات اللي جات. فالدوري صعب. ان شاء الله لنادي الاهلي زي ما هو مكمل اللي يقدر يحسم البطولة. لكن يعني في الاول وفي الاخر يعني المنافسة دي طول عمري ما عارفين الاهلي وزمالك. لكن حاجة كويسة للجمهور وحاجة كويسة لمنتخب مصر. اللي انت تلاقي كل الفرقة. مزبوط. فيها تنافس. ومع اخر جولة بتلاقي اللي فيه تنافس. لكن دي اكيد دي 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 فايدة لمنتخب مصر طبعا. لكن الدوري للسنة دي. يعني انا بحب اتفرج على المباريات كل الفرقة حتى. ايوة الفرقة. اه اه. 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 الفرقة اللي بتت. مفجأة بالنسبة لك. المعتزين احنا في. سراميكا. 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 دي يعني اعتقد بتأدي بشكل كويس. اه. مدرب محترم. مدرب صاعد. هو اللي صعد بيهم من تحت. كابتن هيسم شعبان. اه. كابتن هيسم. ادي بشكل كويس قوي. عنده فكر كويس. اه. ادروا يدعموا الفرقة بعناصر مميزة واسماء كمان. وهم اللي عاملين الفارق على سبيل المثال. محمد ابراهيم ماشي معهم بشكل كويس. رجب بقاء. يعني في ناس كتير قوي. اه. عاملة حالة معهم في الفرقة السنة دي. اه. فانا شايف السراميكا هي يعني. انا بالنسبة للجونة. والجونة السنة دي. يوما انا كنت جاي لحضرك في الكلام. لا لا لا. كنتش جايب الكلام. انا انا سراميكا رقم واحد. طيب. لكن الجونة يعني اخوي وحبيبي طبعا رضا ش حتى عامل. يعني رضا طبعا حبيبنا ومدرب واحد جدا لكن انا بالنسبة لي بتلعب كرة حالة. اكيد. ونقايجه. ده هو ما شاء الله تالت الدوري. اه. انا عايز انتاز برضو فرصة اتكلم فيها العمل كده ايه. يعني برافو او شابو. الادارة بتاعة الجونة. اللي هي قدرت تحافظ على الرضا. اتأخرت شوية. احنا هنا في مصر مشكلتنا عاجة. هما ثلاثة اربعة خمسة مدربين هما اللي بيلفو. مع احترامي للجميع. فهي قصة كلها اللي انت لازم تدي بقى الشباب اللي طبعا. صح. مضبوط. الرضا لما خد الفرصة السنة اللي فاتت. وتعلم وحفظ الفرقة. واللعيبة كلها يعني. السن برضو متقارب. ورضا مش 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 مش. السنه مش كبير. مضبوط. قدر يلم الفرقة. اذا كانوا دعموا دعموا بشكل كويس. حفظ الفرقة. التركيبة بتاعته. يعني مشي مع التركيبة بتاع الكيميا. زي بلغة الكور. كلنا شفنا الاداء السنالي. ليجي كل الاندية ما تعملش زي الجونة كده. وتدي فرص بقى لولادها ويطلعوا ويكملوا المشوار. امتى هيبقى المدرب لازم يبقى عندي ستين سنة عشان امسك. احنا هنا في مصر كده. لازم المدرب يمسكوا عن دوستين. شوية. انا عجبني الفكر بتاع الجونة. انا عجبني الفكر بتاع الجونة جدا. عجبني كابتن نهايسة مش عبان وفكر الادارة بتاعت سراميكا جدا. اللي هو قده يعني الراجل صغير وشاب وشغال كويس وبيعمل نتجة كويسة. فلازم لازم بقى كل الادارات عليها اللي هي تجدد الدماء زي ما بيقولوا. وفي فيه على كابتن عمد نحاس ماشي كويس على مدار يعني. بس مختلف عن الموسم اللي فات كمان يمكن النهاردة المؤولين وودي دجلة الانتاج الحربي مختلفين. مختلفين نعم. عن الموسم اللي فات بازات يعني. المؤولين السنة دي ماشي بشكل يعني شوية كده وشوية كده. مع انه كان نهي الموسم اللي فات بشكل كويس وافريكيا وكان ماشي يعني لغاية اخر الدوري رابع الدوري وفي المربع الزهبي. معرفش السنة دي في ايه كسب مباراة وبعدين بيخسر بعدها مباراة واتنين. فاتمنى اللي هو يرجع تاني زي الاول. الناس كلها خدت من الموسم اللي فات انطباع للمؤولين بقى هيتحط في مكانة تانية. عليهم ان شاء الله اللهم يركزوا ويرجعوا زي الاول. المربع عدابي كده من وجه. هو طبيعي اهله واحد وزمالك ويعني برامتز تحس اللي انا لسه مش حاسه شوية. وبعدين اتمنى يا ريضا شحط اللي هو يكمل يفضل ماشي زي ما هو كده عشان الدور لسه طويل. فالفرقة الكبيرة هي اللي بيبقى نفسها طويل. في فرقة تفضل ماشي اول سبع تمن جولات وبعدين تلاقيها تروح ايه النور يقطع زي ما بيقولوا. النور يقطع في تلاقي منسدو. فاتمنى الجونه يفضل مش بشكل كويس. اتمنى لالانديه الجماهرية ترجع بقى. يعني انا الصعبان عليها الاسماعيلي. زعلان على اسماعيلي جدان. الاسماعيلي جمهمور كبير والنادي كبير ونجوم كبيرة وتاريخ. فزعلان اللي هو على المستوى بتاع السنادي. والتخبط اللي في اسنادي عليه هو يرجع. نادي المصري ماشي بشكل كويس مع كابتنا علي ماهر اللي اتحاد يعني بس هو دلوقتي عنده ظروف عشان موضوع الكورونا وكده فالانديه الجمهرية دي هي عصب الدوري غزل محل رائك غزل المحلة السندي اتمنى اللي هو كل مرة بيطلع كابتنا ياني وبعدين ينزل تاني يهبط السن اللي بعدها اتمنى المحلة نادي كبير وعنده تاريخ كبير وعنده جمهور كبير اه شعب طبعا هناك ده بلد النادي ده بتاع بلد فلما يبقى نادي البلد ماينفعش اللي هو ينزل تاني يطلع يبقى ضيف الشرف وينزل فاتمنى اللي المحلة السندي ماعملش زي المرة اللي فاتت صعد كابتناني وبعدين نزل تاني الدرجة التانية تمانى اللي السندي يفضل ماشي بشكل كويس وماينزلش تاني يعني عشان لما ربنا يكرمه الجمهور يرجع كل الاندية دي هتلاقي اللي لها جماهير دي فاجأ بلاقيهم تحت في الدرجة التانية ممكن يعاني المحلة اعتقد اعتقد لو مامشيش كويس وقدر يجمع اللي على ملعبك دي انت بتلعب في بيتك مايفعش اي حد يجي يكسبني ويمشي فاعتقد اللي هو لو قدر يعمل نتاج كويس على القل على ملعبه ويلعب برة يعني لو خد نقطة برة بقى كويس عشان الدوري صعب السنة دي فاعتقد اللي هو لو لما نقط بدري هتفرق معاه على الدور التاني طيب هي اخر سؤال اعتقد برضو حارجع تاني للفرص المدربين الشباب زي ما انت بتقول يا طرق دي جات صدفة يعني حديد كزا مثال على سبيل المثال مثلا كابتن عبل حميل بسيوني كان ماشي كويس مع السنة اللي فاتت مع الجيش وبعدين طلع كابتن طري يجي كان في سوق توفيق فرجع عبل حميل بسيوني كابتن ريدا شحادة كان ماسك الفرقة وماشي بيها بشكل كويس جي ريكاردو اعتقد ولا يعني كان مساعد مانويل جوزي بيدرو بيدرو كم معانا ده برو فماشي وحش فراح مرجعين كابتن ريدا شحادة تفتكر دي مش سياسة نادي انها بتدي للشباب او بتدي فرص كتيرة للمداربين الشباب ولا انت شايف انها بتجي بالصدفة يعني اه طب نشوفه فلما تمشي معاه اخلاص ماشي انت رأيك ماشي بالصدفة ولا دي بدأت الادارات تبقى دي مدرستها وده النهج اللي ممكن تمشي عليها انا شايف من وجهة ناظر اللي هو طالما الراجل ماشي كويس ليه نشيله يعني رضا كان ماشي معاهم كويس السنة اللي فات وبعدين ايه هو زي ما تقول حضراك بتقول لي حطوه تحت الاختبار طب اني ادي له شوية وبعدين كده كده حطين في دماغهم اللي انا كده كده هجيب مدرب فشافوه ماتشين تلاتة تحت الاختبار طب ما انا ادي له السكة من الاول واقول له انت مدير فني وكمل خلي بالك او ماشي كويس برضو ماتشين التلاتة وماشي كويس طب لما انت بقى مشيت كويس ابو جريشا مسك شوية الاسماعيلي محمد محسن ابو جريشا مسك الاسماعيلي وماشي معاهم بشكل كويس فجأة لقيت ابو جريشا برا النادي خالص طب ليه كابتن عب حميد باسيوني كان ماشي بشكل هايل مع الجيش طب اللي خلى قدارة الجيش تمشي وتجيب الكابتن طارق وبعدين لما ويعوا في الغلط رجعوا تاني طب ما اكمل اول فانا ليه اجازف طب ما انا خلاص اديت الفرصة خلاص كمل يا رضا والرجل لما اكمل وخد من اول الموسم ما ده نتاجة اللي احنا بنقول لما اخد الفرصة والرجل اصلا لو انا قالولي تعاينه امسك مثلا او يا رضا امسك انت ما تشين مؤقت انت هتبقى بتشتغل وانا عامل حساب اللي انا كيه كيه ماشي او انا كده كده انا مش معتمد عليه او انت حاسس انت حاسس اه ما في السكة غير لما انت بتيجي تسلمني المهمة رضا لما ده حصل مع السنادي لما بدأ فترة اعداد وجاب العيبة وعايز مين وجابوله الجهاز خلاص انت بقى ايه بتشكله وبتثبته هو نفسيا بيشتغل وهو مرتاح مش هيفكر في حاجة تاني هيبقى حاطت تركيزه كله مية في المية اللي انا عايزة انجح وابقى كويس غير لما انا بقى محطوط تحت ايه تحت الميكروسكوب ماتشين لا ده انا همشي ده انا مش ماشي هبقى بشتغل وانا مقلق ده اللي كان بيتكلم فيه كابتن طريق العشري حتى وتجربته يعني مع طلاق الميش عدم ثقة في الادارة رضا لما خد من الاول وجابوا له صفقات وعملوا له جهاز وانت اللي مكمل وانت الرجل اشتغل بارتياحية وبثقة وحط كله تركيزه في الملعب وكلنا شايفين نهاردة تالت الدوري وقدى ونتائج هو المدرب نتائج فأتمنى للادارات تبص للوجوه الشابة اللي طالع وعندنا عناصر شابة كتيرة وعندنا مدربين يعني كتيرة جاية في الطريق واسماء بس هي عايزة تاخد الفرصة أتمنى للادارات تديهم الفرصة وتسندهم مايبقاش بشغلك وانا بسحبها منك تاني لا لا اديني الفرصة وكمل احنا بنتمنى التوفيق لككل في الاول والاخر احنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي لا ده ده عمر طبيعي بإذن الله احنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن معزز شرفتنا النهاردة شرف ليه لانا كنتم موجود معاك وشرف ليه لانا كنتم موجود مع كابتن مصر اللي بنتعلم منك ودايما منورين ودايما موفقين ونبارك ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا ل�� بإسم الله دي كانت نهاية حلقتنا في البيت الكبير مع الكابتن معتزقين وان شاء الله بإذن الله أننا هلتقيقوا والاسبوع اللي جاي مع البيت الكبير كورسانون طيبين وكل التوفيق يا رب من هنا البيت الكبير النادي الاهلي والخميس اللي جاي ان شاء الله مبارات الداحية لتكون ان شاء الله فاتحة خيلاة النادي الاهلي والوصول لابعت نقطة في كاس العالم الأنبياء سبع الله خيلا اشتركوا في القناة